السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات اخواتاتي نتمنى ان تكونوا باخر وعلى اخير في مما كنتو تشاهدوا الفيديو ومرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو اليوم اجيت ان شاء الله سنتقسم معكم ميني كيك او كيك فرضي في القالب ديال الكيش سهل فقط بجوج حبة ديال البيض كانت تحصلوا على اكتر من 20 حبة ديال كيكة فرضية سهلة بسيطة اتمنى بديوا الفيديو ديالنا كما العادة ما انسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي واصحابي اجمعين ايضا اخواتي من تساوني شو حد لايك على الفيديو انتو ما كتفرجوا ولكتو الاول مرة تشاهدوا الفيديو فكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عليكم وانتشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش بقوا توصلوا بكل ما هو جديد دوزوا الطريقة والمقادير مع بعدياتنا فبسم الله على بركة الله كامل مبغيت نخدم لكم بهذا الكاس للي كاين في اي بيت او في اي منزل كتلقاو هاد الكاس ديال الخلاط كن وضعوه فيه جوش حبات ديال البيض اللي كيكونوا في درجه المطبخ قويسة ديال الملحة وكاس قلارو من سكر سانيدة او سكر الخشيك كن طربو ذاك البيض مع السكر مزيال مدة ديال دقيقة من بعد كن ضيفو كاس ديال الحليب حتى هو من الافضل وملاحسن من يكون في درجه المطبخ وايضا كن وضعوه كاس قلارو ديال زيت نباتية كن وليوم نخلطوه كل شي مزيال لمدة ديال الجوش دقائق من بعد كناخد هنا واحد الانا وكنفرغ فيه داك الخالط من بعد ما خلطناه مزيال في الكاس ديال خلط الكهربائي ومن بعد ما طحناه مزيال هنا بالنسبة لتنسيب غضي نسمقنا بقشور ديال الليمون او الحامض كله بش كيسميه غضي نحق غير هاد القشرة اللي كتكون على برهان ثم ما كنوصلوش لذك البيض يعني غير ذاك القشيرة اللي كتكون على بره مش كتعطينا ذاك النكهة في الكيكو وبالنسبة للنكهة كيبقى لكم الاختيار يمكن لكم تستعملون فاني فعود قشور الحامض من كيبقى لكم الاختيار انا الصراحة كده عزيزة علي النكهة ديال الحامضة فاستعملت قشور ديال حامضة من بعد هنا غضي نوضع الدقيق بالنسبة للدقيق اخواتي ما عبرتش معاكم حيث كيختالف من نوعية الى اخرى كي انواع اللي كتشرب كي انواع ديال الدقيق اللي ما كتشربش ايضا كيبقى على حسب الحجم ديال البيض اللي استعملتو فانا غضي نوريكم ان شاء الله القوام ديال الكيك ديالنا كيف اشخصو يكون انا ايضا كنضيفه 1 جوج اكياس من خميرة الحلوية من فئة ديال 7 جرام يعني كنضيفه 14 جرام عفوان فد الكيك هذا صافي وكننخدمه هنا فقط بالفوي بالنسبة للدقيق كنضيفه بالتدريج يعني شوية بشوية وحنا كنخلطوه بالفوي من بعد ما كنتحصل على هاد القوام هذا ديال الكيك صافي هنا الكيك ديالنا كيكون واجد او الخليط ديالنا واجد هانتو ما شوفوا معاي نقدروا اننا نشكلو بهش راقم بالنسبة للعجين نقدروا اننا نشكلو بهش راقم صافي هذا هو القوام ديال الخليط ديال الكيك ديالنا نفي اخر مرحلة عفوان كنضيفه واحدة الملعقة كبيرة ديال الخل اللي كتخلينا الكيك ديالنا كيجي مفش مفش فش وارطب من داخل دياله فضروري تديرو هاد المعلقة ديال الخل هي السر ديال تفش فيش ديال الكيك صافي غدي نولي نخلط مزيان بحال هكا وهنا غدي ناخد القلب ديال الكيتش وهذا دهنتو بالقليل ديال السيت ورشيتهم بالدقيق صافي وغدي نعمرهم ديال الكوسكوس حاولوا انكم تعمروها مزيان ووضعوا مع القراءة كافية حال هكا صافي غدي نعمرهم كلهم والكمية اللي تبقت الحال هكا غدي نحيد هذه الكمية هدي وعد غدي ندير الكيمية اللي تبقت لين هانتم كيف ما تلاحظوا نظن ان القوام يكون واضحة في الصورة لا يوجد تقالين و لا يوجد تقالين القوام ديالهم كيفما تلاحظوا معي الصورة نعمر عشراء الليمون و كما قلت لكم بالنسبة لكيمياء اللي تبقات نطيب هذا و ندير الكيمياء اللي تبقات نا غدي ناخد واحد صني ديال الفران و غدي نستفيهم دك القالب ديال الكيتش بحال هكا و في هذه المرحلة ايضا ضروري ما تكونوش على الفران من قبل باش ما ياخدو لكمش مدة طويلة بزاف في الطيب ديالهم بالنسبة للمدة ديالهم يعني كتدخلوا مع الفران اللي كيكون سخون المدة ما بين عشرة خمسة اخمستاش دقيقة كيكونوا واي جديد ما كياخدوش مدة طويلة يعني بحل كيك العادي في السع كي يطيبو كي يطلعو كيتحمرو من تحت و من الفوق انا ما كنهبتش اللاطة ديالي التحت بصفة نهائية غير الفران ديالجاز و كنخليوهم غير الفوق يعني كي طيبو كيتحمرو من تحت و من الفوق فقط في الجهة الفوقية يعني النار كتكون تحت منهم صفة هنا بعد ما خرجتهم الفران هنتو مره بقين سخان حاولوا انكم تخليوهم مكتر شوية يبردو هو عاد يعني حيدوهم ذاك القالب صفة هنا بالنسبة لزين اخواتي اخديت شوية ديال المربا ديال المشماش فمن الافضل انكم استعملوا مربا ديال تهن انا كنتعلي غير هادي ديال الاكل و غادي نرشل يومكا شوية ديال الكوك او جوز الهند بالنسبة لزين كيبقى لكم الاختيار على حساب اللي متوفر صفة هنا و غادي نعمر ثاني الكيمياء اللي تبقت هانتو ما هنفاش كنحيدو ذاك الكيك ديالنا يعني من هاد القالب هذا صفة هنا كندهنو محتى بشي حاجة كنخليم كيفما هو موكن و ندير فيهم ذاك الخالد ديال الكيك بالنسبة الخالد ديال كيك لابلكم هاكا قصح يعني تشرب و قصح فزيدوا له واحد معلقة ديال الحليب ولا زيدوا له معلقة ديال المال الي كون دافي او ما كانش عدتكم حليب زيدوا غير معلقة ديال المال الي كون دافي و خلطوا مزيين و عاد عمروا فاد ليمون هادو اه الصفة هنا بعد ما كنت الكيمياء كلها كما كدلكم ما شاء الله خرجتلي كتر من 20 حبه خرجتلي 22 حبه اه هنا فاتب يصل هادا فيه كيفما كتلاحظو فيها 20 حبه و بالنسبة لكم اعرف ان مع الوليدات مشاو فماشاء الله هاد الكيميه اللي عطيتكم فاقد بجججحبه ديال البيت كتخرج واحد الكيميه كبيره كيجو وعرين فى الماضق ديالهم خفافين ومفشفشين وايضا كيفما كان عرفوا هادلي كيك هذا يعني فرضي كانحتاجوا بزاف خصوصا الوليدات مع المبراصة يعني كتسنى و هاكا من قوتي ديالهم و كيجو هم هادو يعني كل وحده وحده فرضين كيجو وعرين اه تشوفوا معي هادي غضي نحل معكم ان شاء الله وحيدة من داخل تشوفوا كيفاش كيجي من داخلها انتم كيجو محامرين على الطرف وطالعين وخفافين كتسنى الزبح اللي مهزين حتى شي حاجة فاخوت اخوتاتي نتمنى انهم يعجبوكم تمنى الاعجبوكم وشربتوهم تبارتاجوا الفيديو مع اخوتكم وصحابكم مع جميع الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امرا اليك تجدادوا الاول مرة كتشاهدوا للفيديو ولكتشاهدوا للقناة اشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش فقط توصلوا بكل ما هو جديد ما تبخلوش عليها بلايكات ديركم تعرفكم تزوينا المحفزة على الفيديو وهذا هو الفيديو ديري او الوصفة دي اليوم انتمنى انكم تجربوها وتصردوا عليها حيث فعلا كيجو بوعرين من السمين بذك القشور دي الحمض كيجو بوعرين في المضاق نتمنى ان انا وميعجبوكم وبسلام عليكم مع فيديو جديد وصحابكم